تفضل يا سيد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ؟ والله بخير الحمد لله والله نستمتع من جهدتك أكثر من ضريات الصفية العالم يعني الحمد لله الله عزك يا غادي ربي يبارك فيك وإياك يا رب طيب عندي بس تعليق بسيط على موضوع انت طلحت وامس يا شيخ وإذا ما حبيتنا استمتع فيه برنامجك والله انه ما يسوي يعني يكون صريح معك اللي هو موضوع الانسان اللي هو صالح امامه عندي تعليق عليه فضلي اللي هو يا شيخ ان اي واحد شاك واحد بالمئة وانت الصادق انه هذا الانسان لسه مو رافضي لازم يراجع نفسه اوه شي جاك بالتصال على قناة شيعية بالصوت واضح صوته لكل عارف وعارف اسلوب كلامه حتى وتشيع مالهم جاء بعدنا انكر وقال مو انا جاءك بعدنا يطبل الحوثة والايرانيين وهذا يقول لك ما اختلافنا معاهم هذه كلمة لازم لسانه من ناحية تقية يقول لك ما اختلافنا معاهم لكن سووا فعلوا سووا فعلوا سووا فعلوا لكن خلونا بس نتكلم على الروساء العرب طيب في موضوع اللي هو جالس مع ياسر الخبيث وانا يا شخ والله من كل شخص ذكر ذلك الموضوع انه بس جالس معاه وانتهى ما احد يذكر موضوع النقاش فالنقاش نفسه معاه ياسر الخبيث كان يتكلم على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يتكلم انه يروش مع يهود وانه الرسول كان يحذر ومن ذا التفاهات اللي معاه في اي مسلم يصدقها لكن البرميل ذا بدل ما يعلق على الموضوع ذا يرد عليه يقول لا يا شيخ حتى كبير عليه يقوله الارض مسطحة ولا لا يعني ما ادري اش اقول مين اللي باقي شاك انه هذا الانسان فيه برضو حسابه في التك توك يا وكان بتاريه على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان فيه لحديث برضو هو قاعد بالتاريه على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بتكلم على انه يعني تقريبا كان يعني احد الصحابة كان عندما يتوضأ كان يصفر وجهه من خشية الله عز وجل فطمعا الشيعة سرقوا الكلام ده ونسبوه للامام السجاد فهو رايح يقول لي ياسر اساسا ان الكلام ده في الامام السجاد ويعني احنا اللي سرقناه من الامام السجاد فده انسان رافضي وبعدين ليه ما بتكلمش على المظاهرات ويطلع يقيد المظاهرات اللي موجودة في ايران ومش ده برضو ظلم ليه ما بيقيدش المظاهرات اللي كانت بيطلع في العراق عشان الكهرباء عشان الزبالة عشان كان الظلم اللي مفوجود في العراق ليه ما بيقفش قدام اساسا الناس المظلومين من الحوسة في اليمن يا اخي ده يا اخي سبحان الله انا قلتها للأسف الشديد اللي يطلع يتكلم عن حكام اخد خلاص سق الغفران فنتابعه كده عمي وخلاص واللي يتكلم في قضية غزة لازم برضو نتابعه احنا عمي وخلاص صح صادق الله المستعان فقال ايه في المسألة بسيطة ومفهومة يعني زي ما حضرت اتفضلت ان المكالمة بتاعت واضحة جدا 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 واصلوبه واضح واصلوبه واضح يعني اللي شغل المكالمة وشغل اسلوبه يعرف ان هو مما طلع انكر يعني فالله المستعان فقال المسألة بسيطة جدا 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 لكن للأسف الشديد دلوقتي الناس بتخوض مع اي حد بيشتم هنا او بيعمل اي حاجة وإلا زي ما قلت الحضرتك انا يعني ليه ما يقفش مع الايرانيين اللي هم وقفين ضد ايران ومش ضد ايران عشان فلسطين لا ده ضد ايران عشان عايزين ياخدوا حريتهم من ايران ليه ما يقفش معاهم هو مش مع الحريات وبعدين اصلي ايراني اخوانا بتعمل بتعمل وبتعمل وبتعمل لكن هي وقفة مع غزة طب ما برضي نفس الحكاية يعني ليه دايما التناقض في المواقف نفسها اذا كانوا دول وقفين مع كذا بيعملوا مثلا بعض الاشياء ولكن واقفين مع بعض الاشياء التانية ليه ما تقفش معاهم لكن لا فالله المستعاني يعني دولا اساسا بيفسدوا في العقيدة لكن وافين مع فلسطين مش مشكلة لكن ان يفتح مرقص في بلد والكلام ده كله وهم اللي بينظموا الحج وبينظموا العمرة واكبر مراسم موجودة عندهم لا ازاي ازاي فهي سبحان الله هو حاجات متضربين عليها من الاخر فالله المستعاني